على هامش اليوم الدراسي حول مشروع إدراج حوض وادنون كموقع للتراث العالمي المنظم من قبل أكاديمية المملكة بيريباد أبرز المشاركون في ورشة نقاش حول المناظر الثقافية والمواقع الطبيعية أن التعايش الديني والتعددية الثقافية من السمات الرئيسية لحوض وادنون وشكلت هذه الورشة مناسبة للحوار بين مختلف الفاعلين الاجتماعيين في المنطقة بتلاقح للأفكار وتقديم عروض بهدف تشكيل وعي جماعي وبلورة مقترحات للمحافظة على حوض وادنون وتثمينه تناولت النقاشات ثلاثة محاور رئيسية تهم بالأساس الرسد الثقافية والطبيعية لحوض وادنون وصون غناه وتثمينه والمعايير الكفيلة بإدراج الموقع على قائمة التراث العالمي لليونسكو وقد خلصنا من خلال هذه النقاشات إلى أن الحوض يتميز بمزيج من الثقافات والتقاليد العربية والأمازيغية والحسانية وتناول المشاركون في الورشة مختلف الرهانات المتعلقة بالتعدد الثقافي والديني بالمنطقة التي تتميز بوجود مواقع تشهد على العراقة بما في ذلك كنيسة إفران الذي يشهد على حضور اليهود في الصحراء الأطلسية أو الحي اليهودي والمقبرة اليهودية في الواحات مثل تيمولاي وتغجيج وإفران وسلسلة جبال الأطلس الصغير واعتبر المتدخلون أيضا أن إعادة تثمين وسائل الإعلام في المنطقة ومنتجاتها المحلية أمر أساسي لتعزيز الأنشطة المدرة للدخل المتأتية من الثقافة والتقاليد المحلية المعروفة بجودة وندرة منتجاتها المستخدمة وخاصة زيت الأرغان شكرا